يا جماعة ونحن صغار علمونا غلط علمونا لما نرد على التليفون نقول ألو بدل ما نقول السلام عليكم وكلمة ألو ما فيها أجر السلام عليكم فيها أجر علمونا أنه فيه شجاع أقرع في القبر والصحيح أن الشجاع الأقرع هو في الآخرة يلي ما أدى زكاة ماله هذا الحديث في البخاري علمونا أنه لازم نمسح الرقب لما نحن عم نتوضى وهذا ما ثبت عن النبي علمونا أنه ثلاث حركات تبطل الصلاة وهذا ما ثبت عن النبي والنبي قال اقتلوا الأسودين في الصلاة والنبي لما طرق الباب فتح البابة لعائشة وعلمونا أنه كتب الكتاب بين العيدين ما بيصير والنبي عقد على عائشة في شوال وشوال هو بين العيدين علمونا إذا حدا ما تلو ميت وبعد كم شهر إجى العيد ما بيصير يفرح بالعيد أو حتى يعمل جول العيد علمونا أنه المطلقة إذا طلق زوجها أول مرة أو تاني مرة فورا تطلع من عند زوجها وتروح لعند أهله وبالدين ما بيجوز تطلع من عنده إذا ما انتهت العدة تبعها وحرام عليه إذا طالعها لأن الله قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا وعلمونا أنه نقرأ صورة الواقعة بعد المغرب مشا ما تصيبنا فاقة يعني مصيبة والحديث فيها كذب علمونا أنه الأقارب عقارب والنبي في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم علمونا أنه معلش نقذب بأول نيسان كذبت نسان ولا كذبت بيضة والنبي نهى عن الكذب علمونا أنه بعد ما يموت الميت بأربعين يوم يعملوله أربعينية أو سنوية علمونا أنه ما بيجوز نقرأ القرآن إلا لما نكون نحن على وضوء والنبي كان يذكر الله في كل أحيانه بل النبي قال المؤمن طاهر لا ينيس علمونا أنه نقول هذا الدعاء اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة فيه إلى آخره والنبي في البخاري كان يتعود من سوء القضاء علمونا أنه لو أذن مؤذن الفجر في رمضان بجوز أنه تشرب المي الأصل ما بجوز يا أخي لأن حديث إذا سمعتم النداء والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه حديث منكر حكم بنكارته أبو حاتم الرازي بل الله سبحانه وتعالى قال فقولوا واشربوا حتى يتبين لكم والخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والمؤذن عم يؤذن بالتوقيت الصحية علمونا أنه نقول بعد ربنا ولك الحمد نقول الشكر وهي ما ثبتت عن النبي والله قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته هذا والله أعلم سلام عليكم